مرحبا جميعا بقناة Medical Scribe للشروحات الطبية انا كرار حيدر طالب بكلية الطب جامعة بغداد فيديو اليوم هنحكي عن البون تيشو مايكرو ستراكتشا او تركيب نسيج العظم خليني اذكر فد معلومة من الفيديو الفات قلنا بانه العظم هو Specialized Type of Connective Tissue يعني هو فد نوع متخصص من الانسج الرابط فحالة حال اي نسيج رابط هيتكون من ادة انواع من الخلايا اللي تشكل وتكون موجودة داخل فتشي سمنال Matrix فبالنسبة للسيلز اللي تكون العظم فحتشكل حوالي 10% من حجم العظم الكلي وتكون بشكل اساسي على ثلاث انواع الاوستيوبلاست والاوستيوسايتس والاوستيكلاست الاوستيوبلاستس يعتبروها البرايماري سيلز اللي يبنونا نسيج العظم وينتجون مكونات الميتريكس اما الاوستيوسايتس فهم عبارة عن ماتشور اوستيوبلاست يعني لما المكان من العظم يصير لماتشوريشم الاوستيوبلاست اللي موجودة بهذا المكان حتتحول الى اوستيوسايتس او يسموها ماتشور بون سيلز يعني خلايا عظمية ناضجة بينما الاوستيوكلاستس فهم خلايا شبيرة الحجم حتحرر الكالسيوم او تسوي لها ريزوربشن من البون لما الجسم يحتاجي او بظروف معينة فهاي بالنسبة للانواع الاساسية من الخلايا اللي موجودة بالعظم اما بالنسبة للميتريكس فحيشكل تقريبا تسعين بالمية او الباقي من حجم العظم الكلي ويتكون بشكل اساسي من الثلاث مكونات أورغانيك ماتيريولز وإن أورغانيك سولز وووتا فبالنسبة للأورغانيك ماتيريولز او المواد العضوية حتكون همين على نوعي كولاجينيس بروتينز ونون كولاجينيس بروتينز الكولاجينيس بروتينز من اسمها حتتكون من كولاجين فايبرز تايب وان بشكل اساسي وذول البروتينات حينطون المرونة والليون اللاغم أما النون كولاجينيس بروتينز اللي هم النوع الثاني من الأورغانيك ماتيريولز فحيتكونون هم من مواد عضوية بس مو كولاجينية مثلاً عدنا الألبومين لغلايكو بروتينز مثل الالكالين فوسفاتيز وغروث فاكترز هواية ومواد لغ هذن المواد حينظمون المنراليزيشن أو عملية ترسيب المعادن بالعضم وينظمون همين نشاط الخلايا العضمية وخلوا ببالكم انه هذن النون كولاجينس بروتينز حتصنقهم وتفرزهم الخلية اللي حتنا عنها اللي هي الأوستيو بلاست فهاي بالنسبة للأورغانيك ماتيريولز أو المواد العضوية واللي كانوا مثل ما قلنا يتكونون من كولاجينس ونن كولاجينس بروتينز أما المكون الثاني الرئيسي للميتريكس واللي هو الالأورغانيك سولتس أو الأملاحة الغير عضوية فحيشكلهم بشكل أساسي الكاليسيوم والفوسفيت هذن الكاليسيوم والفوسفيت حيكونون بشكل معين أو بشكل بلورات معينة يسموها الهايدروكسي أباتايت أو الهايدروكسي أباتايت كريستلز ونلقى بالأعظم همين بالإضافة للكاليسيوم والفوسفيت حنلقى كميات متفاوتة من الصوديوم والبوتاسيوم والميجنيزيوم والكاربونايت والبيكاربونايت وغيرهم وذولا كلهم يعتبرون من الالأورغانيك سولتس ذن الأملاح وين حنلقاهم؟ حنلقاهم بشكل أساسي يتغسبون بالفراغات الموجودة بنهاية الألياف الكولاجينية يعني موعدنا ألياف كولاجينية؟ هاي الألياف الكولاجينية بها فراغات الفراغات هاي حتجي الأملاح هاي تترسب بيها فبالتالي من حتنميلي هاي الفراغات بالأملاح حيصير العظم أصلب وأقوى فمن هذا الكلام حنستنتج أن وظيفة الأملاح بالميتريكس هي لإضافة الصلابة والقوة والقابلية على تحمل الوزن للعظم فهاي كانت أهم المعلومات وأهم وظائف المكونات المجهرية للعظم أو المايكرو ستراكشيز ما للبون وها هي شوكم بالفيديو الجاي ومع السلامة اشتركوا في القناة